دكتور اخر حاجة قبل ما ننهي ازاي اعيش حياتي بصحة نفسية كويسة يعني ازاي برغم كل الضغوط الحياة اللي احنا عايشينها دي وانا بتكلم هنا عالستات اللي شايلة احمال اكتر من طقتها ايه ازاي اتنفس يعني ازاي عيش هدية ومبسوطة ومش لازم استعادها الكاملة فيش سعادها كاملة بس على الال يعني انا طول البعض ضميري واجعني انا عايزة ببقى مثالية وانا حاسة ان انا لسه ما وصلتش المثالية فهل يعني نبعد عن المثالية عشان نعرف نيش حياتنا ولا نعمل ايه دي اخر النصيحة لا النصيحة الاهم هو طول الوقت ان هو ازاي بحضارك بتقولي كده انا عندي حد شايل اعباء وادوره بيعمل فهو من حقه انه يستقطع وقت يدير بي حياته وتنفس علشان يقدر يستمر يعني اقولي انا كستة تلوقتي خلاص نصيح انا ستة هو متجوزة ومخلفة وستة عاملة وقيت لك وقيت لك يا دكتور انا خلاص تعبت وبفكر ان انا هموت ومش عايزة اعمل كل حاجة اللي انا كنت بعملها دي ولا عايزة اشوف ولادي ولا جوزي وعايزة اتطلق وعايزة امشي اللي هي الحالات اللي بجيلت كتير اكيد في العيادة احنا هردت بحياتنا حسب الاولويات اللي عندنا هنحط اهداف تكون واقعية قبلة للتطبيق والتحقيق هستعين بالاخرين معايا التقييم بتاعي او تقييم النفسي مش هيبقى من خلال الاخرين بس لان فيه ناس كتير جدا انا مستني كلمة عشان اكمل لا فانا برضو انا عندي جزء خاص بي انا بقايم به نفسي بتاعي طول الوقت لازم اشرك الناس اللي معايا في المهام يعني ايه اوزع المهام فيه ناس بتبقى اتوزيع المهام تعالى حبيبي اطبخ معي شيلده رواق الصفر احنا عمالنا بصفر تعودنا ان احنا نشارك بعض ولما عندنا وقت واقفين مع بعض بنتكلم فبنعمل حاجة عند اولاد بتتضرب الاطفال احنا عندنا الانسان دايما يعني بيفضل طفل لحد ما يتجوز ويخلف يعني عشان امه معي شاطف فلازم مراته بقى تغير من التفولة فلازم الامهات تتغير في الحتة دي ولازم قصة ان هو يعتمد ان هو يساعد ويشارك في البيت ويعمل كل حاجة ده جزء مطلوب النقطة التانية ان انا لازم اعرف انا امت هاعمل ايه وهاعمل ايه مجيش انا خارج وانا وفينا على الباب وهي قاعدة ترتف في المطبخ فلازم برضو تبقى عارفة ازاي هتعمل المهام بتاعتها حسب الاولويات بتاعتها النقطة التانية لو لقيت ان انا بحترق بسبب الضغوط اللي علي لا انا هطلب ان المهم دي تتوزع علينا كلنا كأسرة وما فيش او ان انا هجيب حد يقدر يساعدني في المهم ده تقول له ده ظروف ما تسمحش او الوضع في كذا لازم احنا الاتنين نقعد ونتكلم علشان نشوف الاخضاء دي او على الاقل لما تلاقينا مقصرة ما تأتي بنيش يعني يبقى فيه طريقة احنا بنتفق عليها احنا الاتنين ان احنا هنوصل ازاي ان الازل اللي جايلي من شخص او نتيجة كسور ما فيش لكن تقييما النفسي والادائي هو جزء خاص بي يعني ايه طول الوقت انها قلت يعني ما فضلش مستنية الكلمة الحلوة من الناس ما تفضليش مستنية من جزء يقول الكلمة قال الحمد لله بركة ما قالش مش مهم خالص في جزء مهم هنا ان لازم يعني الناس اللي حوالينا تبقى وعية باللي احنا بنعمله يعني الجزء الحضر بتقول ليه هو مطلوب ما قالش النهاردة هاي ممكن هيقول بكرة ما قالش لا تعال بقى انت يعني ايه الموضوع انت شايف اللي احنا فين فلازم انا برضو بقى عفاهم فنرجع تلاقي ست صحية الصبح بادري على السوشيال ميديا اول حاجة كبقى الصبح الاهتمام ما بيتطلبش الاهتمام ما بيتطلبش من اللي بيارى الرسالة بقى افهم بقى افهم بقى يا باجب اللي اتمام ما بيتطلبش وده تلاقي بقى ايه ففتح البوستل صبح عادي احنا هنركز معه بالزبط كده هنركز معاه ونجيب الشخص ونجيب الزوج ونتكلم معاه واحد اتنين تلاتة عادة الكلام في نفس الموقف بيكون مرفوض اما خلاص بقى تبقى انا كده بالزبط كده فعادة احنا عشان كده بنقول الاتفاقات والتحور او الكلام في وقت يكون احنا الاتنين مهيئين ليه نفسيا هو اللي بيسيب اثر كويس ويبقى مقلوق يعني قادر الشخص يغيره لكن وقتها بيكون الشخص تحت ضغط الفعالي او في حالة نفسية معينة مهما تحاول تضغطينه هو يتغير مش هتغير وقت المشكلة ليه لانا عايز وشغل عقله هو عشان يقدر دورك ويشكرك ويقول الكلمة كويسة والحاجات دي كلها هو هنا بيستخدم عقله ان ازاي يقدر الشخص اللي قدامه بيستخدم مشاعره لكن الموقف اللي فيها خلافات او فيها انفعلات هو طول وقت مشاعره اللي مسيطرة عليه خدرة الستة على التسامع اعلى من الراجل يعني اللي أنا بشوفه اه اللي أنا بشوفه ان سمح ولادها ويتسامح جزء ويتسامح نفسك كده بس ما بتسامحش نفسها لا لازم تسامح نفسها يعني دي ممكن اكتر المعاناة اللي بتحس بها الستة لان هي فعلا الستات ما بتسامحش نفسها لو اصرت لقاء طول الوقت ضميرها وجه لو ما عملتش الحاجة لولادة زي كما يجيب يبقى طول الوقت ما بتسمحش نفسه ما هي حتة النقد والجلد للذات دي دي بتبقى مشكلة كبيرة بتخلي الشخص يخش في اكتئاب يخش في عزلة اكتماعية يخش في مشاكل مناعية يخش في مشاكل صحية كتير جدا وطول الوقت استرس فلازم أنا عندي قابلية إن أنا أقدر أحكم على الأهداف بواقعية بمعنى إيه أنا حاطت هدف إن أنا النهاردة عامل كذا وكذا وكذا بس أنا وأنا بعمل ده مش مشغول بالنتيجة يعني هو طول الوقت الشخص المثالي هو عينه عن نتيجة وناس للرحلة والخطوات اللي هو بيعملها وناس هو بيعمل إيه لكن الشخص اللي هيبقى عنده عايب يدور على الإنتاجية العالية أو بيدور على الواقعية هو طول الوقت بيدور إنه يحاول يحقق أكبر قدر ممكن من الأهداف اللي هو حططها مش لازم يحققه كلها أو حتى لو متحققت شي مش مطلوب أن تتحقق مثل يعني نحن دلوقت حققق 50% من الإنتاج نحن دلوقت